بس لا أنا عايزة أتوقف قبل عودتك لمصر للأهلي أنت ما فكرتش ليه أن أنت تستمر هناك عشان بس اتعرض عليك أن أنت تنزل على النادي الأهلي ولا كان فيه ولا التجربة الاحترافية أنت ما تأقلمتش عليها يعني احكيلي شوية عن الفترة دي خالص أنا كنت حابب بالعيشة بره جدا والمنتاليتي بتاعة أوروبا يعني أنا عادي بالنسبة لي اللايفستايل دي أو العيشة دي أنا بالنسبة لي عادية جدا بس حسيت أن عودتك للأهلي فرصة لا تعود أنا أول ما الأهلي أحسنت عابت في الأهلي فترة طويلة قوي فأنا عارف قيمة الأهلي وتربي في الأهلي فأعارف الناس اللي بتبقى نفسها تعدي من قدام سورة النادي الأهلي فأنا أول ما الأهلي يكلمني ما فكرتش للثانية أنا حتى ما فكرتش طب حتى أوروبا لو جايلي فرق أحسن أو حاجة لا أنا فكرتش أنا في ساعتها قلت أنا رجع النادي الأهلي فكرتش بقى في فلوس ما مضيت على بياد أس كابتاني عبدالصادق كان موجود أحكم يتسألي أنا ما فكرتش في سانية قلتوله وقالت فين العقود أول ما عدت معي أنا ما عدتش سانية كان معي من غير ما بص والله ما مضيت على طول وأنا موجود في النادي فقلت لهم أي وقت تكلموني أخبت أنا أنا جاهز في التنمين وعلى طول كان ساعتها فيها أجازة وكده فقلت لهم أول ما تكلموني أنا موجود فكان أنا طبعا كالشرف لأي حد يكون موجود في النادي الأهلي خاصة المتربين وانت 8 سنين هو جوه النادي ويعني عشت حتى فترة القطاع الناشئين دي برضو بتبقى في الزاكرة شوية وبتبقى دايما معلمة معاك طول العمر